علم الهائمات بلانكتولوجي كتعريف الهائمات هي تعبير مشتقة عن كلمة غريقية عن الشيء الطافي أو العالق المنجرد الهائمات هي الحقيقة هي الجزء الحي الطافي من أحياء المياه العذبة وأحياء المياه البحرية من منتجين أوليين ومستهلكين والتي تشترك في كون حركتها الفعالة تكون مرتبطة بالتيارات والرياح هذا هو الشرط الأساسي تكون حركة هذه الأحياء مرتبطة فقط بالتيارات تحت رحمة تكون التيارات والرياح كنبذة تاريخية هو من العلوم الحديثة ما يتجاوز عمره أكثر من 200 سنة أول من أطلق هذا المصطلح بلانكتن 1887 العالم من عشور هنسن وهذا العالم هو أيضا أول من أجر دراسة كمية يعني أعداد للهائمات باستخدام شبكة الهائمات والمحاولات الأولى قبل هذا التاريخ كانت بهوايب بالعام 1828 من قبل العالم ثومبسن وإجا بعد العالم مولر اللي أخذ طلابه لدراسة السواحل الشمالية من ألمانيا بهدف إجراء دراسات تصنيفية عليها البداية العلمية الحقيقية لهذا العلم بالحقيقة هي الرحلة الإنجليزية المشهورة تشانينجر 1873 وهاي طلع على أثرها خمسين مجلد من التقارير بالعلوم البيولوجية وطلعت بها مخططات للأنواع الشائعة وبالذات من الهائمات النباتية مثل الدايتومات ومثال الهائمات الحيوانية من الشعاعيات ومن القشريات اللي هي مجدافية الأقدم بالعام 1912 أيضا بدأت رحلة استكشاف ضخمة تدعى بالرحلة الوطنية الألمانية وكانت خاصة فقط بجمع عينات من شمال المحيط الأطلسي وسميت بلبلانتن اكسبديشن وهذه الرحلة بالحقيقة وضعت الأساس لبداية علم الهائمات كتاريخ علم الهائمات بحقيقة يمكن تقسيمها إلى فترة يعني الفترة الأولى اللي هي من البدايات يعني من بدايات القرن التاسع عشر لغاية التلاثينات من القرن العشرين كانت هاي الدراسات الحقيقة تصنيفية ومظهرية وأهدافها الرئيسية هي هاي كانت التصنيف والمظهر وشملت إنجاز مجلدات تصنيفية ضخمة أما من عام 1930 صعودا دخل هذا الألم مرحلة جديدة تضمن القيام بالعديد من المسوحات البحرية سواء كانت الوطنية أو العالمية وخاصة في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين مثال هاي المسوحات مثلاً مسوحات المحيط الهندي ومسوحات تيار كورشيو في المحيط الهادي هاي المسوحات أسفرت عن تشجيع الدراسات البيئية وتطوير طرق جمع العينات والقياسات البيئية كمثال إدخال تقنية التحسس النائر بمعنى القياس عن بعد وإتمام القياسات عن بعد والمراقبة الفضائية لتراكيز الكلورافير الخاصة بالإنتاجية مالة للهائمات النباتية باستخدام الأقمار الصناعية أو الطائرات والتصوير الجوي وغيرها هاي التطورات في طرق إجراء المسوحات البحرية كانت مسؤولة عن التقدم السريع في حق العلم المحيطات ومن ضمن علم الهائمات وأصبح من الممكن هاي هي النتيجة الأساسية أنه أصبح من الممكن رسم خارطة لتوزيع الانتاجية الأولية للهائمات النباتية في العالم وكذلك خارطة للكتلة الحية للهائمات الحيوانية وهي إنجازات حيوية بشكل خاص لغرض تقدير إنتاجية الثروة السمكية على النطاق العالمي لأن الثروة السمكية من حيث الوفرة مرتبط وجودها بمراكز تجمع الهائمات سواء كانت النباتية أو الحيوانية فهذه الإنجازات تعتبر كبيرة الدراسات الحالية والآفاق المستقبلية لعلم الهائمات هناك في الحقيقة قبل وقت الحاضر دراسات تدعى بدراسات بحوث نظام الهائمات البيئي وهذه بالحقيقة هي عبارة عن دراسات هدفها التعرف على العلاقة ما بين الهائمات ومحيطها الفيزيائي والكيمياء والبيولوجي والتنبؤ بالتالي بإنتاجيتها شلون هذه الدراسات التيم؟ كانت التيم عن طريق تعليق حاويات بلاستيكية بمعنى أحواض بلاستيكية تتخلى بالمياه البحرية وهذه الحاويات تحتوي على مختلف المغضيات الأساسية من الأملاع يعني اللي هي عناصر مغضية للهائمات النباتية وكالنثارات والفوسفات والملوثات من العناصر الثقيلة ثم دراسة تأثيرها على نمو الهائمات النباتية وبالتالي نمو الهائمات الحيوانية والعلاقة فيما بينهم مثل هذه الدراسات حاضرة تجرى بالمختبرات الأمريكية والكندية وهي منتشرة أيضا في أوروبا وآسيا بالوقت الحاضر هناك أيضا عدد من الدراسات المهمة الأخرى التي يجري دراستها حاليا في العديد من بلدان العالم منها مثلا استخدام الهائمات الدقيقة يعني اللي حجومها دقيقة كدلائل للتعارات البحرية الاهتمام الخاص بدراسة العلاقات البيئية بين جماعات الهائمات بالذات دراسة الأنواع الفصلية المهمة اللي تظهر خلال الفصول والتحاقب الفصلي وشونت الداخل هاي الأنواع مع بعضها الهجرة العمودية للهائمات الحيوانية اللي تتبع عادة الهائمات النباتية ومحاولة التعرف على الأسباب الذاتية والخارجية المؤثرة على مدى وسرعة هذه الهجرة التركيز على دراسة مجموعة الهائمات الدقيقة باستخدام المتشر الألكتروني بعد توفره بالوقت الحاضر والمطلوب معرفة تأثيرها في دورة المغذيات الدراسة أيضا حول بيولوجية بعض الأنواع المهمة يعني النمو والتكاثر والفصلج اللي تخص بعض المجامع المهمة من الهائمات مثلا الدايتومات بالهائمات النباتية أو مجدافذة الأقدام بالهائمات الحيوانية باعتبارها المكون الأساسي في غذاء الأسماك أيضا تجارب الاستزراع المائي ناجحة بالوقت الحاضر لهوي من أنواع الهائمات النباتية وهذا النجاح بالاستزراع المائي ساعد في تعجيل العديد من الدراسات البايوكيميائية أو حتى الدراسات الفزلجية مثال الهضم والتنافس والإفراز وإلى آخره فحققت نجاحات كبيرة هذه الاستزراع تحقق بنجاحات كبيرة خاصة في هائمات المياه العذبة بالمقارنة مع الهائمات البحرية بسبب أن صعوبة استزراع الهائمات البحرية بالمختبر فالهائمات المياه العذبة كانت ناجحة بالاستزراع أكثر من الهائمات البحرية أيضا صار عندنا تقدم في ظاهرة في دراسة ظاهرة الإضاءة البيولوجية المشهورة بالهائمات النباتية العديد من أنواع الهائمات النباتية والحيوانية تمتاز بإمكانية أن تنتج الضو فصارت دراساتنا على التركيب الكيميائي للمواد المنتجة للضو وهي مواد اللوسيفيرين والأنزيم مالتالوسيفيريز أيضا الدراسات تركز على ميزانية الطاقة لبعض الأنواع المهمة من الهائمات الحيوانية وبالنهاية نستدل أنه مما تقدم أن حقل الدراسات البيئية للهائمات لا زاله هو الحقل الأكثر حيوية بالبحث العلمي ولكن التطرعات مستمرة المستقبل لعلم هائمات تطلعات هي الدمج ما بين حقول البيئة أو الفسلجة أو الكيمياء الحيوية لغرض الخروج بحقول علمية جديدة منها مثلا الفسلجة البيئية أو الكيمياء الحيوية البيئية إذا نجي عن علاقة علم الهائمات مع باقي علوم الحياة الأخرى رح نشوف العلاقة كبيرة إلى حد يعني بشكل واضح علم الهائمات مثلا نشوفه يهتم بأساسا بالتغيرات في نوعية ووفرة وتوزيع الهائمات وعلاقة هذه التغيرات بالنوعية والوفرة والتوزيع مع التغيرات الفيزيوية والكيميائية في البيئة المائية وهذه المتغيرات بأكملها هي من أساسية علم المحيطات والمياه العذبة إذن الهائمات مرتبط مع علم المحيطات وعلم المياه العذبة الهائمات أيضا مرتبط ببقية علوم الحياة البيولوجية الأخرى لأن علم الهائمات يهتم بدراسة المبهر والتصنيف والبيئة والفسلجة ودراسات الكيمياء الحيوية وهي جميعا من أساسيات باقي علوم العلوم البيولوجية الأخرى إذن التقارب كبير جدا ما بين علم الهائمات وعلم البيولوجي علم الهائمات مرتبط أيضا بعلوم الجيولوجي ليش؟ نظرا لأنه هياكل العديد من الهائمات وخاصة البحثية من عدها هياكل مقاومة للتحلل وتترسب بكميات كبيرة إلى قاع البحر مكونة رسبات حيوية تبقى لفترات طويلة جدا تدعى بالردغات الحياتية وهي مهمة جدا في فهم الطباقية الحياتية بمعنى شنو هي الطبقات بالرواسب من الحياة اللي موجودة بها والبيئة القديمة عبر الأصور الجيولوجية القديمة وحتى بالإمكان استخدام الهائمات في فهم تكوينات الرواسب البحرية الحديثة أيضا علم الهائمات مرتبط أيضا بالعديد من العلوم الأخرى ومن أهمها مثلا علم الرياضيات وكو علوم بالوقت الحاضر شبيرة ومنها مثلا نذكر كمثال الماثماتيكال مودلينج أو النمذجة الرياضية فإذا مرتبط مع علم البيئة والفيزياء أيضا الحائمات مرتبطة معها ومع الكيميا والتلوث والاستزراع المائي مثل ما شفنا والاستزراع البحري ترجمة نانسي قنقر